نحن لا نحب أن نغالط أنفسنا لكننا لا نحب بالمرة أن نغالط الحقائق مغالطة الحقائق أيها الإخوة في نهايض المطاف أنا أقول لكم هي إضلال عن الحق ذاتي المؤمن أنا هكذا أنطرق بفضل الله دون أي حريجة المؤمن الذي يؤمن حقا بالله إيمانه ليس مزعزعا ليس جبانا ليس خائفا هو لا يريد أن يصد وأن يذب عن الله خشية أن يزول الله لا لا هذا أشبه بإيه بالشكاكات الذي يخاف ويخاف نظريات ومن العلوم ويرتحد ويبدأ يكبر وصغل هذا أقرب إلى الشك ربما أقرب حتى إلى النفي منه إلى الإيمان أما المؤمن الذي رسخ الإيمان واليقين فعلا في قلبه هو أبدا معني بأن يعرف حقيقة الخلق كما هو موجود وهو بعد ذلك مدعو أيها الإخوة كما قلت غير مرة أن يغير من نمط إدراكه لبعض المفاهيم العقدية الثيولوجية كمفهوم الخلق وقلت هذا قبل ذلك قلت هذا أكثر من مرة مش بالضرورة أن يكون الخلق كما تفهمه أنت مع أن القرآن لا يقول هذا النصوص لا تقول هذا اللغة العربية لا تقول هذا في نهاية المطاف الخلق هو التقدير كما نقول الأصل في الخلق أصل ووضع الكلمة هو التقدير السابق مش التكوين هذا التكوين موضوع آخر والتكوين هو صيرورة ومسيرة طويلة الأمد أما الخلق الذي هو التقدير فهذا أبدا نقول تم بضربة واحدة في علم الله الأزلي أصلا ولا يتطور ولا يتطور إطلاقا فإذن نحن نبحث ونحن منشريحو الصدور بإذن الله تبارك وتعالى ومهما باننا للشيء بدليله صرنا إليه لماذا؟ نحن نريد الحق لا نريد أن يحرجنا أحد بالحق الذي ضللنا أنفسنا عنه بعد ذلك ونقع في حيث بيص أو نكون كالمتعامين أو كالذين يفرون من ماذا؟ من مواجهة الحق آخر تفر غيرك سيواجه لكن بالذات هذا الذي سواجه ربما يلحد لأنك أنت أفقدته وأعدمته أن يغير منظره على الأقل بمقترح جديد بتفسير جديد بنموذج جديد وقد يكون هو الأقرب إلى روح القرآن إلى روح الدين للأسف الناس يعتقدون أنهم فهموا الله مرة واحدة وإلى الأبد يعني ليس صحيح بالمرة أنا أقول لكم كما أن الكون كما أن الإنسان كما أن الخليقة كما أن العوالم لا نزال لا نزال نكشفها شيئا فشيئا ونفهمها أعمق فأعمق يوما فيوما من باب أو لو أحرى بليون مرة أننا نخترم من الله فهما يوما فيوما وعبر خليقته أما أن تظن أن أشياخنا وأمتنا المرضيين رضوان الله عليهم وجزاهم الله جزاء شاكر هم الذين فهموا الله عز وجل مرة واحدة وبضربة وإلى الأبد بحيث لا مزيد على فهمهم هذا خطل وغلط من الرأي خطل وغلط الله لا يمكن أن يفهم بضربة واحدة ومرة واحدة وبنموذج فهمي واحد مستحيل هذا خطأ خطأ كبير لذلك بنضم يعني ما ندعو إليه ونسعى فيه بإذن الله تبارك وتعالى تجديد المناظر العقدية كذا خاصة في هذا الباب باب الإلهيات مهم جدا وطبعا هناك في النبوات أيضا تجديدات لكن بالذات في الإلهيات فيما يختص بالله تبارك وتعالى ومعرفة الله لا بد أن نجدد كثيرا وكثيرا وطبعا دائما سنصل إلى أيها الإخوة صورة جديدة لله أكثر عمقا أكثر تقديسا أكثر نزاهة أيها الإخوة أكبر أكثر بداعة أكثر جلالا أكثر جمالا هذا المفروض هذا المفروض